والبحثة السياسية تتحدث إلينا من رمالة دكتورة طمارة بعد التحية في أي سياق وفي أي إطار تضعي تطورات الأوضاع في قطاع غزة مع هذه الإبادة الجماعية واتباع سياسة الأرض المحروقة والحصار الكامل ليس فقط بالأسلحة ولكن الحصار فيما يتعلق بحرب التجويع والتعطيش لأهلين في قطاع غزة تحياتي لكم ولكناتكم الكريمة يأتي هذا المسار في أكثر من نقطة بمعنى أن هدف الكيام الإسرائيلي تقليص منطقة قطاع غزة كواقع جغرافي وتغيير هيكلية أرض قطاع غزة ديمغرافيا بأن يتم عملية الضغط على المواطنين النزوح سواء كان على المنطقة الشمالية أن يتم الضغط عليهم حتى ينتحوا إلى المحافظة الوسطى وما تبقى أيضا منطقة رفع الذي يقدر عددهم الآن ألفين مواطن فلسطيني أن يتم نزوحهم إلى المنطقة أيضا المحافظة الوسطى بمعنى أن ما تبقى في الشمال ستون ألف وما تبقى في الجنوب رفع ألفين من المواطنين الفلسطينيين يريدون ضغطهم أن يبقوا تحديدا في المحافظة الوسطى وحتى يتم تحويل وتقسيم نستقبلا تقسيمه إلى ثلاثة مربعات يتواجد فيها المواطن الفلسطيني كون أن التقسيم الجغرافية لقطاع غزة سوف تكون ثلاثة أربعة محاور المتعلقة أن محور نتسري الذي يقسم الشمال عن الجنوب ولكن ذات المنطقة الشمالية سوف يتم قسمها إلى جزئين بمعنى أن محور مفلسيب الذي سوف يقسم المنطقة بيت لاهيا وأيضا جبالي وبيت حانيون يقسمها عن مدينة غزة وبالإضافة أيضا فصل خانيونيس على منطقة الرفع الجنوبية من خلال المحور يسمى محور كيسوفين بالإضافة بقائهم إن كان كليا أو جزئيا وهذا يترتب على مستوى المفوضة التي سوف تكون مستقبلا بين حركة حماس بين الواقع الإسرائيلي لكن واضح تماما أن أهلية الوصول إلى تفاوض حتى هذه اللحظة قد يكون هناك زيارات متبادلة بين كافة الأطراف حتى الوصول إلى حالة التفاوض ولكن باعتقاد أن المسار الذي يريده نتنياهو وهو إبقاء الحالة كما هي بمعنى أن يكون وقف إطلاقنا بشكل مؤقت ولكن هذا لا يعني عفوا أن يكون مستقبلا وقف الحرب على أرض غطاء غزة يأتي مسار التجويع والقصف الجوي وحتى على مسار الأطفال يعني يوم أمس كان هناك طائرة كواد كابتر تم رمي الرصاص من قبل هذه الطائرة المسيرة على طفلة عمرها عاملوا أيضا تم استشهادها إذا هم يستقدمون الآن أدوات المتطورة الذكاء الاصطناعي لعمل ضرب المواطنين في خيام في داخل خيامهم من أجل الضغط على المقاومة لأجل إخراج رهائنهم دون أن تكون هناك شروط مسبقة من قبل الهقاص ربما دكتورة تمارا اتصالا واتصاقا بما ذكرته من كلمات بأن ما تحاول أن تسوق إسرائيل من مزاعم وأكاذيب وافتراءات بأن هذه الحرب هدفها بالأساس تصفية حرقة المقاومة الإسلامية حماس ولكن بالواقع والحقيقة الدامغة على الأرض هي تستهدف كل الشعب الفلسطيني وغالبيتهم من النساء والأطفال ما الذي يمثله الطفل الفلسطيني من تهديد للأمن القوم الإسرائيلي حتى تستهدفه بهذا الشكل وهذا يعكس ويترجم ويؤكد أن الاستهداف للشعب الفلسطيني وليس لفصيل فلسطيني بعينه صحيح بالفعل يعني الهدف الأساسي هو تصفية القضية الفلسطينية وتقليل عدد السكان بمعنى أن هدفهم ليس فقط فصيل بعينه وإنما عينه حتى على مستوى الأطفال لماذا هو يركزون على الأطفال؟ يعني الضحايا اليوم أو الضحية اليوم سواء كان على مستوى الشهداء أو على مستوى القتلى أو الجرحة هم عبارة 70% أطفال ونساء في داخل قطاع غزة لماذا يركزون على الطفل؟ الطفل هم لا يريدون مستقبل أن يكبر حتى لا يتم عملية هذا الطفل أن يرسخ في ذهنيته أن الاحتلال قتل والديه فبالتالي لا يريدون أن يكبر ولا أن تكون هناك حالة مستقبلية بتجديد الحالة الأطفال وأن يكبر أن يكون هناك بقائه في أرض قطاع غزة النساء أيضا يقتلون الحالة المستقبري كون أن هي التي تلد والتي هي تقوم بالتربية وإلى ما ذلك لذلك يستهدفون البعد الشعب الفلسطيني لتقليل الديمغرافية الفلسطيني في أرض قطاع غزة هناك أحد الأهداف الاستراتيجية ومستقبلية أن يتم عملية تقليل عدد سكان قطاع غزة إلى فقط 800 ألف مواطن فلسطيني وهذا ما تم الإشارة إليه من بين كثير أن يجد تعزيز الهجرة الطوعية بعد انتهاء هذه الحرب من خلال تقليل عملية الإعمار أو إبطاء عملية الإعمار سواء كان على مستشفيات مدارس تعليم جانعات على مستوى الغداء المساعدات الغدائية تقليل عدم وصولها بالشكل الملائم بالإطافة إلى واقع تقليل ما يسمى البعد الديمغرافي حتى يكون بالفعل مستقبلا تعزيز الإستيطان الإسرائيلي وهذا بالفعل ما تم الحديث عنه وأمس كان هناك أحد من أعضاء اليمين المتشدد من حزب الصيونية الدينية سموتريتش وكانت هناك أيضا مزيرة الإستيطان ستروك التي أشارت إلى واقع أن يجب إعادة الإستيطان في شمال قطاع غزة وعودة الحلم اليهودي المتمثل بمستوطنة قطاع فبالتالي هم حدفهم الآن حلم أكبر وهو ضم قطاع غزة إلى دولة إسرائيل وهذا لا يتأثى إلا بتحقيق الأهداف تقليل عدد السكان محو حركة حماس محو الفصائل محو المقاومة وإيجاد إدارة مدنية مسالمة لها علاقة بتسيير البعد المعاشي ليس لها علاقة بالسلطة وليس لها علاقة بالحماس وإنما فقط مواطنين فلسطينيين كأفراد لهم علاقة بالبعد الإغاثي والمعاشي والإنساني ومستقبلي تم تهيئة المواطن عندما يرى أن لا يوجد هناك أي مقاومة الحياة أن يتم تهجيره بشكل طوعي هو يخرج بمعنى خلوجه من أرض قطاع غزة بشكل طوعي وليس قصري دكتورة تمارة ربما لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة كل شيء مستهدف يعني البشر والحجر المستشفيات المدارس التي تأوي نازحين حتى المقارات التابعة للأمم المتحدة التي من المفترض أن تعمل تحت مضلة القانون الدولي والحماية الدولية هي كذلك مستهدفة كيف تقيمين رأي أو رؤية المجتمع الدولي في الطعام والتعامل مع الأوضاع شديدة البؤس في قطاع غزة خاصة على النواحي الإنسانية التي تبدو كارثية بدرجة كبيرة واستهداف كل شيء ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية نعم هناك استهداف لوكارة الأنر والأكثر من هدف هناك أهداف سياسية متعلقة أن أرض قطاع غزة جميعهم لاجئين يعني قليل من أعد الذي كان سكان أصليين في أرض قطاع غزة وإنما قربت مليون وثمانية ألف عبارة عن لاجئين خرجوا من أرض فلسطين محتلة عام 1948 وأصبحوا الآن توجدوا في قطاع غزة والدليل أن أغلب المناطق فيها مخيمات مثل مخيمات في جباليا في أكثر من منطقة يتواجد فيها مخيمات بالتالي هذه المخيمات تعنى بها أو تحتم بها وكالة الأنر وسواء كان صحيا تعليميا مدارس مستشفيات مساعدات إنسانية طحين غداء مساعدات بغض النظر عن طبيعة هذه المساعدات هم يريدون إنهائها بعد إنهاء هذه الوكالة الأنر وهذا يعني تصفت قضية اللاجئين هذا يعني أي مطالبة مستقبلية بعودة اللاجئ الذي في أرض قطاع غزة أن يعود إلى أرض التي خرش منها سواء كان اللد أو حيفة أو يافة أن لا يتم المطارب بهذا الأمر وبعد إنهاء الأنر وهذا يعني أن صفة اللاجئ محية بمعنى أنت تستطيع أن تخرج إلى أي أرض ما في كل بقاع العالم وهذا ما يفكر في الاحتلال الإسرائيلي إنهاء صفة اللاجئ ثم أن يتحول إلى نازح خارج منطقة الأراضي الفلسطينية سواء كان الضفة الغربية أو قطاع الزا ثم يخرج إلى أرض الأخرى حتى يعيش ويبتعد عن الأرض الفلسطينية فبالتالي الهدف هو عبارة أكبر من ذلك هدف على بعد الاستراتيجي بالإضافة أن غياب المؤسسات الدولية والحقوقية وغياب البعد التحديد فيما يتعلق أن الأمم المتحدة مصارها يوجد الفيتو الأمريكي فبالتالي عملية الضغط على إسرائيل هي دائما تبقى صحيحة الآن إسرائيل في عزلة وكل يضغط يعلم تماما أنها تقوم بجرائم حرب وإجراء مبادة جماعية لكن عملية وقف هذه المجازر لا توجد آلية واضحة لوقفها إلا فقط بيتها هي دولة واحدة متمثلة بالوليات المتحدة الأمريكية الوحيدة التي تستطيع أن تضغط على إسرائيل وبعتقد أن مسار المستقبل قد يكون ضغط من ترامب لإخراج الرهائن والدليل تصريحاتها التي كانت قبل يومهم إذا لم تخرج حركة حماس الرهائن فإنه سوف يشعل الشرق الأوسط أعتقد أنه لا يستطيع أشعال الشرق الأوسط ولكن سوف يكون هناك عقوبات على حركة حماس بتضييق المصادر التمويل لحركة حماس وتضييق على واقع قطر وتضييق أيضا على إيران حتى يكون مستقبلا الضغط على حماس الإخراج الرهائن وهذا يعني أن مستقبلا خروج الرهائن ولكن بدون شرور وربما هذا جانب متعلق باتساعدة إلى الحرب والصراع في أكثر من منطقة وأكثر من نقطة السلاح التي تستخدمه إسرائيل ليس بجانب السلاح التقليدي المتعارف عليه هي أيضا تستخدم سلاح التجويع وسلاح التعطيش وهذا السلاح شديد القصوى وشديد المرارة أن يموت أهلين في القطاع المحاصر بسبب قلة الطعام أو منع الطعام والشراب عنهم كيف تنظرين إلى هذه المأساة الإنسانية وإلى أي مدى في المقابل يعني من المفترض أن يكون هناك تحرك عاجل وسريع من المجتمع الدولي يتناسب ويطلق مع حجم الكارثة الإنسانية التي لا تتحمل صبرا أكثر من هذا الوقت المنصري طبعا سياسة التجويع هي تعتبر من أحد الأسليب الحرب التي يستخدمها الكيان الإسرائيلي للضغط على المواطن والضغط تحديدا على أماكن محددة يعني شمال قطاع غزة أكثر من 60 يوما لم تدخل الطعام والمساعدات الإنسانية تبقى 60 ألف من المواطنين الآن يعانوا من جوع شديد يعني هناك 90% من عدام الأمن الغذائي كليا سواء كان على الطعام على مستوى مياه على مستوى محاصرة المستشفيات وتقليل البعد العلاجي وضعية طبيعية فبالتالي الهدف من هذا الأمر هو تحقيق الضغط على المواطن حتى ينزح بشكل قصري إلى المحافظة المسطة على مستوى الجنوب أيضا قطاع غزة أيضا ذاته الآلية هي سياسة التجويع الهدف كما أسلفت لك هو الضغط على حركة حماس أن تسلم الرهائن عندما يكون هناك تجويع للطفل والنساء وغياب هذه الأمور فبالتالي هم يستخدمونها كأسلوب ضغط هذه ناحية وكناحية نفسية وكناحية يعني من أهم النواحية التي الإنسان بيأمسل حاجة بها وهي أن يعيش بشكل طبيعي تحديدا في مستوى الغذاء والطعام وأعتقد أن هذا الأسلوب يعني أسلوب يصل إلى حالة الجرائم الحرب وهذا ما تم بالفعل مذكر الاعتقال بحق نيتنياهو نتيجة أحد البنود وهي التجويع وباعتقادي أن على الدول النظر لهذا الأمر والضغط على إسرائيل لإدخال هذه المساعدات ونهيك أن هناك مؤتمر الاستجابة الإنسانية الذي يركز على البعد الغذائي والإنساني يجب أن يكون هناك بالفعل حشد هذه المساعدات وأيضا الضغط على إسرائيل حتى تفتح هذه المعابر أو فك الحصار وإدخال المساعدات وإدخاله بغض النظر عن طبيعة المؤسسات التي تدخلها وأن تكون هذه المؤسسات ذات طابع محمية حتى لا يتم سارقة المساعدات في داخل قطاع غزة وتوزيعها بشكل متساهم مجاني للمواطنين الفلسطينيين فبالتالي هذا الأمر بحاجة إلى ضغط المؤسسات الدولية حقوقية وإنسانية والمجتمع الذي يستطيع أن يمتلك أوراق قوة تحديدا الدول التي تملك أوراق قوة التي تستطيع أن تضغط على الوليات المتحدة الأمريكية ثم أن تضغط على إسرائيل بفك الحصار وإدخال هذه المساعدات حتى يقل البعد التجويع وتحديدا الأطفال التي ليست علاقة بالسياسة وليست علاقة بحماس وليست علاقة بالفصائل المقاومة لذلك النظر البعد الإنساني مهم جدا وأيضا إيجاد آقالية لإنهاء هذه الحرب وإيجاد اليوم التالي متناسب على الأقل إنقاذ البعد الإنساني ما يمكن إنقاذه في أرض قطاع غز تحدثي عن أوراق الضغط ما هي الأوراق المتاحة استخدموها لتقويد إسرائيل قدر المستطاع ولكبح جماحها ولتقليم أظافرها وفقا للإمكانيات والقدرات المتاحة إذا ما توفرت في المقابل بطبيعة الأحوال الإرادة الحقيقية الصادقة والنية الجادة والرغبة الصادقة في حل حالة الأمور وفي احتواء واستعاب الأزمة في فلسطين بشكل سريع وعاقل بشكل سريع أولا أصبح هناك في الحالة العربية هناك موقف مرحد باتوا الآن عندما يتم استلام ترامب سدة الحكم باتوا الآن يريدون تقديم رؤية يجب إيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية وأعتقد أن الحل صحيح أنه قد يكون عملية إخراج الرهائن هو الحل الذي هو سريع يعني لمعنى الحل السريع اليوم هو إخراج الرهائن لأن إسرائيل تتخذ ذريع أن هناك رهائن في داخل قطاع غزة يجب استمرار الضغط والتشويع والقصف الجو باعتقاد أن تسليم الرهائن وبالإضافة أن يكون هناك مستقبل مرحلية تدرجية انسحاب إسرائيل وتدرجية وقت إطلاق النار باعتقادي مهم جدا الآن نظر إلى هذا الحل السريع الحل الذي ذات بعض سياسي أعتقد الموقف العربي الموحد برفع آلية يجب أن يكون هناك حالة الإعمار وإيجاد اليوم التالي بناحية سياسية وحل القضية الفلسطينية من جذورها وليس أن يكون هناك إدارة الصراع بل حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي فبالتالي هناك حلول بسيطة ولكن هذه الحلول بحاجة أن حركة حمس بالفعل أن تكون يتعلم أن إسرائيل متعنتة الحل الآن حركة حمس أن تنظر ليس فقط أن أجل رواتب موظف فيها أو أن يكون هناك إعطاء 400 جواز دبلوماسي أحمد حتى توافق على لجنة الإسناد التي تريدها حركة فتح فبالتالي يجب أن نظر ليس للإمتيازات الشخصية لحركة حمس وإنما لحقوق الشعب الفلسطيني لإدخال الطعام والشراب والمساعدات الغذائية والمنح التعليمية ومعالجة الجرحة نعم دكتورة تمر ربما تحدثي في متن كلمتك منذ لحظات أنه ربما يكون أحد الحلول أو جزء من الحل تسليم حمس لأرهائن الإسرائيلية وفي المقابل ربما إسرائيل تعيد النظر في وقف الحرب أو في إعطاء هدنة يرى البعض من المراقبين والمحللين والمتابعين وجهة نظر ربما تخالف وجهة نظرك أو رؤية أخرى ربما تتفق معك في بعض النقاط أو في بعض الأمور بأن هذه ليس أكثر من ذريع ملف الرهائن ليس أكثر من ذريع وإذا ما تم تسليم الرهائن ستخترع إسرائيل ذرائع أخرى للتدخل واستمرار الحرب لأن هذا هو النهج الصويوني بعيدا عن ملف الرهائن هذه هي العقيدة الصويونية التي تنفذ على مدار سنوات عمر القضية الفمسينية نعم هذا صحيح هناك في بعض الأمور بحاجة إلى النظر أن الاحتلال الإسرائيلي يريد أخذ الضفة الغربية وقطع غزة ولكن إسرائيل عندما تشعر أن هناك آمن لا تدخل المناطق الآن نعيش في الضفة الغربية الضفة الغربية تحت إطار سيطرة الاحتلال إسرائيلي إسرائيل لا تدخل مثل منطقة رمالة لماذا؟ ولكن تدخل منطقة جنين جنين يتواجد فيها مقاومين يريدون القيام بأعمال فردية ضد إسرائيل هي تدخل هذه المنطقة لإعتقالهم أو اغتيالهم وهذا ما ينطبق تماما في قطاع غزة قطاع غزة لن تخرج من أرض قطاع غزة إلا لما تتأكد أن لا يوجد هناك مقاومين ولا مسلحين ولا أن يكون حسن ما توصفهم أنهم يريدون تهديد الأمن القومي الإسرائيلي إسرائيل تريد الأرض رمتها ولكن أن يتم عملية العيش هذا المواطن مسالم هذه فكرة الكيانة الإسرائيل فبالتالي حماس عليها أن تعيد القراءة هل أنها سوف تبقى في تشددها من أجل وقف إطلاق النار النهائي أو انسحاب إسرائيل ويتعلم أنها لن تنسحب ولن توقف إطلاق النار وهذا يعني قتل الشعب هذا يعني تهجير الشعب أنا باعتقادي أن صمود الشعب الفلسطيني أن يبقى على أرضه هو بحد ذاته فكرة مقاومة بمعنى أن نحن الآن نعيش في رمالة وموجدون في هذه البقعة هي ما تقلق الواقع الإسرائيلي فبالتالي صمود الشعب على أرضه وثباته على أرضه أعتقد أنها أولى أولويات أن يتم عملية مقاومة هذا الشعب بمعنى فكرة الصمود يحب ذاتها المقاومة أما أن حركة حماس أن تبقى في سياق تفكيرها من أجل رواتب موظفية أو جوازات دبلوماسية أو الحفاظ على حكمها وهي تعلم تماما أن إسرائيل متعندة وإسرائيل لن تخرج من قطعة قصة إسرائيل تموضعت أمنية في محور في نتسارين بشكل كامل وأيضا مستوى الضفة الغربية نحن الآن نعيش قبالة مستوطنة هل أن قراءتنا لهذا الأمر يعني أن كل يوم تحدث عمليات ونحن نعلم لا نستطيع أن نواجه إسرائيل إسرائيل جايش كبير جدا فبالتالي الحل الوحيد إيجاد رؤية بالنسبة لحركة حماس تسليم الرهائم ومثلما أن يكون هناك وضع إسرائيل في الزاوي هل بالفعل أنها تتخذ أنها بريعة لإنهاء الشعب أم أنها بالفعل أنها تريد الرهائم وأن تتموضع في أرض قطعة غزة أنا أشير لك بكل صراحة إسرائيل تريد أن أخذ الأرض الضفة أو قطعة غزة الحل الوحيد الآن أن الشعب على الأقل أن يعيش ولا أن يعيش في أردل ولا أن يعيش في أي بقعة ما ولا أن يعيش في الدول نحن فلسطينيين متواجدون في هذه الأرض أنا أشكر حضرتك جزيل أشكر دكتورة طمارة حداد الأكاديمية والبحثة السياسية